وعلمنا ربنا جل جلاله أن قلوبنا ممتحنة ومبتلاة ومختبرة في كل لحظة ماذا تقول يا عم الشيخ قلوبنا تختبر تمتحن تبتلى في كل لحظة يشهد لهذا القرآن ويشهد لهذا السنة ارتفع صوت الشيخان الكبيران أبو بكر وعمر واختلف في مسألة من مصالح الأمة وارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر يا رسول الله أمر فلانا على قومه ويقول عمر لا يا رسول الله بل أمر فلانا غيره على قومه فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا مخالفتي فقال عمر والله ما أردت مخالفتك وارتفعت الأصوات والنبي جالس فنزل القرآن يهدد الصديق والفاروق إن عاد لمثلها بحبوط العمل فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فكان أبو بكر وكان عمر من بعدها يتكلمان مع النبي كأخي السرار شوف لما تكون بتقول سر الواحد تقوله تعالى عايزة أقول لك كلمة في ودنك محدش اسمعنا وتهمس بالكلام همسا كان كلام الصديق والفاروق مع النبي بعدها أقرب إلى الهمس خوفا من هذا التهديد فنزلت نتيجة النجاح والفلاح لهما في نفس الصورة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله بروز بأ الكلام اللي جاي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله افتح كوس كده أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ائفل الكوس امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إذن قلوبنا ممتحنة ولم يستسنى من هذا حتى الصحابة حتى الصديق وحتى الفاروق وفي السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا لاحظ قال تعرض تعرض ليفيد الاستمرار تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء يعني لو كشف الله عن قلوبنا لوجدت فلانا قلبه أسود مربادا كالكوز مقخية منكوسا أسودا من ذنوبه كما قال ربنا كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون للمعصية سواد في القلب وظلمة في الوجه وتعسير في العمل وضيق في الرزق كما قال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوبنا ممتحنا في كل لحظة وهذه القلوب المعرضة عن ربها ومولاها يعاقب ربنا صاحبها فيها يا أخوانا الكلام ده خطير والله من آثار الذنوب والمعاصي عقوبات في قلب العبد العاصي يلاقي نفسه كده زهقان صدره ضيق قلبه مظلم مع أنه معه فلوس وسكن في شقة كويسة وعنده عربية كويسة وزوجة جميلة ورزق بالذكور والبنات يقول لك أنا بائس أنا إنسان تعيس ليه؟ من ذنوبك تعاقب في قلبك بخسف القلب بنكس القلب بمسخ القلب بمرض القلب بعمى القلب أولم يقل ربنا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا المرض الأول مرض النفاق والمرض الثاني عقوبة على نفاقهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا أولم يقل ربنا عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف شوف تقرأ القرآن يجيلنا ملك من السماء تخطب ستمائة جمعة نحن لا نتأثر قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بيه البيت اسمها باء السببية بل لعنهم الله بكفرهم يبقى ربنا طفى نور ألبك طمص على بصيرتك أعمى قلبك بذنوبك بل قال ربنا ما هو أصرح من هذا قال سبحانه فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور